اليوم بعمل معاكم تورتة الفواكه تورتة سهلة وبسيطة ولذيذة ومقادرها عندنا يعني بعملها بتلت بضات بس زي ما انتو شايفين شكلها كده بجد تحفة يعني هتجربوها بجد هتعتمدوها تعجبكم جدا مش هتعملوا كيك اسفنجي غير بالطريقة دي لانها سهلة جدا وبسيطة الكيك الاسفنجي بيطلع اسفنجي ولذيذ هش وخفيف هعملوا بطريقة سهلة ومقادر موجودة في كل بيت تابعوا معي الفيديو للاخر علشان تعرفوا المقادر وجربوها وتقولوا لي بقى ايه رأيكم الكيك بيطلع مرتفع وهش ولذيذ وبتلت بضات بس والطعم بجد رهيب تعمها لذيذ جدا جدا يلا بنا نشوف المقادر والطريقة بس قبل ما نبدأ نصلي ونسلم على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام ويلا بنا نبدأ الفيديو مقادر الكيك سهلة خالص وزي ما قلت لكم هعملها بتلت بضات بس وهكتبها لكم كمان في اخر الفيديو وهقولها وإحنا بنبدأ على طول بضيف التلت بضات لبفصل صفار عن بياض ولا شيء بضيف لهم الفانيليا فانيليا سائلة او بضرة زي ما بتحبه بضيف ربع كباية من السكر الحبيبات ويلا بنا على العجان نحطه بقى نخفقه كويس جدا يعني تقريبا لمدة خمسة او سبع دقايق المهم لحد لما يكون مبيض بالشكل اللي انتوا شايفينه كده وهش جدا اضيف بقى معلقتين كبار من العسل الابيض العسل الابيض بيديها هشاشان وبتبقى لذيذة جدا وكمان ربع كباية من الحليب السائل وانا بخفق بضيف الحليب وكمان معلقتين كبار من الزيت شايفين بقى ايه الخليط بيكون زي كده بضيف عليه بقى مص كباية من الدقيق بضيف شوية وبعدين شوية وكمان بضيف لهم ربع كباية من الليشة وننخل طبعا كويس جدا ونخلط في اتجاه واحد ما نخلطش بسرعة ولا شيء انا مصرعلكم الفيديو علشان ما ياخدش وقت كبير بس اهم شيء لازم نخلط بشوية بشوية نحط الدقيق والنشا على دفعتين وكمان طبعا معلقة صغيرة من البيكنج بودر شايفين الخليط بيكون بالشكل ده كده انزل عليه بقى بصنية تقريبا بيكون مقاسها 20 سنتي وارتفاحها طبعا احسن شيء تكون مرتفعة انا بحط من تحت ورقة فويل وبتهنها كمان بالزيت بصب فيها الخليط وبحطها في الفرن يعني بتاخد تقريبا نصف ساعة مفتحش عليها خالص الفرن عشان تطلع هشة واسفنجية زي ما انتو شايفين كده شايفين طلعت معايا قد ايه بتكون عالية واسفنجية جدا اقسمها بقى على ثلاث طبقات شايفين الشكل معايا وشايفين البياض النصع بتاعها المقادير دي سهلة وبسيطة ممكن كمان تستخدموا المنشار اللي زيدة وهعمل لكم فيديو ان شاء الله ازاي نستخدم المنشار وازاي نعمل الكيك الاسفنجي على اسوله بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله هوريكم ازاي بقى نستخدم المنشار بالخطوات بس انا عشان قلت دي تورتة وسهلة وبسيطة هنعملها تورتة فواكه مش عايزة ان انا اقول في الكيك كتير ان شاء الله بعمل لكم فيديو خاص بالكيك الاسفنجية وازاي نستخدم المنشار ده شايفين الكيك بيطلع ايه اسفنجي ولونه كده ناصع وبجد مستوي جدا وطعمه بقول لكم لذيذ ممكن ناكله كده كمان مش لازم ان احنا نزيينه بس انا هوريكم تزيين بسيط سهل خالص وكمان بالفواكه الصيفية الحلوة اللي معانا هحكاج لكريمة بخلطهم كويس مع الحليب لحد السنك اللي انتو عايزينه عشان طبعا مع الفواكه عايزاهم يكون الكريمة تكون سميكة شوية هحط بقى شيرة او كمبوت او عصير او اي حاجة انتو بتفضلوها وبحط الكريمة عندي انا حطيتها شوية في التلاجة عشان تتلج معايا عشان لما حط الفواكه ما تسحش مني احط اي فواكه بتحبوها انا عندي كيوي وعندي اناناس كمان هحط الطبقة الاولى كيوي واحط بقى طبقة الكيكة التانية فوقيها ونضغط كده كويس علشان تتماسك معايا وكمان شيرة او كمبوت بالشكل ده عصير الكمبوت اللي عندي في علبة الاناناس واحط كريمة ونفس الطبقات بقى اكرر انا ناس لو عندي فراولة او عندي اي فواكه انا بحبها بحطها احط الطبقة التالتة واحط عليه الكمبوت وكمان احط عليه بقى الكريمة نغلفها انا مش عايزها تكون مغلفة كتير بالكريمة بحب الكريمة تكون قليلة فيها يعني واسويها كده لو بتحبوا كريمة اكتر طبعا هتحطوا اكتر انا عايزة اعملها طرطة فواكه بشكل بسيط خالص وبمنظر يكون حلو كده وراقي جدا باستخدم بقى الفراولة عشان انا محططهاش من جوه نحطها بالشكل ده انا اسمها نصين وموزعها على الكيك بحط كمان الكيوي انا ناس لو عندكم طفاح موز يعني اي فاكهة انتو بتحبوها بس الموز بيتأكسد بسرعة فاختروا يعني الفاكهة ايه اللي بتقعد معانا فترة حتى ممكن تقعد خمس ستة ايام في التلاجة بزينها بقى بالشكل البسيط والتزين ده ومزينة واحدة كمان نفس الشكل بس عملتها كمان بشكل ابسط ونلزق الفواكه بقى عليها من الجنب لاني انا قلت لكم ان انا مش حط عليها كريمة كتير شايفين بالشكل البسيط خالص بجد اي حاجة بتطلع بسيطة معانا بتطلع شكلها شيك وبجد بجد في التقديم بتبقى حلوة طعمها كمان لزيز جدا الفواكه علشان تديها لمعة باعملها لاما بالشيرة او بالكمبوت برضو علشان تديني طعم حلو شايفين بقى ايه رأيكم في الشكل شكلها بسيط خالص ممكن اي حد يعملها طعمها كمان بجد لزيز وفي التقديم كيكة الفواكه بتطلع لزيزة جدا من احلى الكيكات بجد سهلة وبسيطة وزي ما قلت لكم بمقادير يعني موجودة عندنا في البيت ان شاء الله بقى اعملوها اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله تطلع معاكم كمان تكون عجبتكم الكيكة الاسفنجي يكون عجبكم الطرطة وتزيينها البسيط ده يارب ان شاء الله تجربوها واكتبولي بقى تحت في الكومنتات وازا عجبكم الفيديو متبخلوش بقى علي باللايك والاشتراك في القناة وفعلوا كمان الجرس علشان توصلكم وصفاتي السهلة والبسيطة بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة